بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذه حلقة جديدة من حلقات علم المواريث والحساب في الحلقة السابقة بشرعنا بل لقبلها ولتي قبلها كذلك ونحن في حل مسائل والتعرف على كيف نحل مسائل الأخوة مع الجد وهذه مسائل عويصة كما يسمونها فيها تداخلات فيها تشابكات فيها آراء ولكننا بدأنا وخضنا وقلنا تذكيرا أن مسائل الجد مع الإخوة يتنقسم إلى قسمين قسم لا يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فقط جد وإخوة طبعا إخوة لأب أخوة أشقاء ذكور وإناث كل هذا أما إخوة لأم أصحاب فرض أرحم ليس لهم شيء أصحاب فرض قسم ثاني أن يشترك مع الجد والإخوة يدخل صاحب فرض القسم الأول له جدول الجد في القسم الأول وهو أن الجد في المسألة فقط جد وإخوة أشقاء أو لأب حالاته دائما الجد طبعا هو يكون كأحد الإخوة الذكور وله الأحظ الأفضل في أي طريقتين أو هناك طريقتين للحساب إما طريق يأخذ الجد المقاسمة حال حال الأخ الذكر كما يأخذ الأخ الذكر وهو يأخذ أو الطريق الثاني له ثلث المال ما لا علاقة بالأخ الذكر قليل كثير له ثلث المال أي الطريقين يكون أحظا للجد فنطرقه إذن يا أخوة الجد يكون له الأحظ بالنظر في الطريقين وقلنا إما عدد الإخوة يكون مثلي الجد أو عدد الإخوة أقل من مثلي الجد أو أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد إن كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد فطريقة المقاسمة يكون كأخ معهم وكما يأخذ الأخ هو يأخذ إن كان عدد الإخوة يتساوى مع مثلي الجد فنحن في الخيار ممكن نعطيه ثلث المال أو نعطيه المقاسمة والنتيجة واحدة وإن كان عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد فللجد ثلث المال هذا إذا خلت المسألة من صاحب الفرض أما إن كان في المسألة صاحب فرض فلها جد والآخر باعتبار وجود صاحب الفرض فسيكون النظر للأحض للجد بين ثلاثة أمور إما المقاسمة وإما ثلث الباقي أي بعد صاحب الفرض أو ثلث ترك كلها وكان هذا الجدول الذي شرحناه في الحلقة الماضية تعالوا معي بشكل سريع عدد الإخوة أما ثلثي مثلي الجد عدد الإخوة يكون مثلي الجد أو أقل من مثلي الجد أو أكثر مثلي الجد بالمقابل صاحب الفرض نظر العلماء ووجدوا أن إما يكون معهم صاحب فرض له النصف أصحاب الفروض إما النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف هذه الاحتمالات هذه بأ garage احتمالات الاحتمال الأول أن يكون مع الأخوة أقل من صاحب فرض أقل من النصف فرضه فيتشابه مع ما قلناه السابق إما المقاسمة مثلي الجد أقل مثلي الجد أو ثلث الباقي المقاسمة أو ثلث الباقي يتساويا أو ثلث الباقي إذا كان أكثر مثلي الجد إن كان نصف فيكون له المقاسمة إذا كان مثلي الجد ما تغيرت أو يكون خيار ما بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث التركة دخل الثلث الآن إذا كان أكثر من مثلي الجد يكون مخيرين ما بين ثلث الباقي أو ثلث التركة أكثر من نصف صاحب الفرض فرضه أكثر من النصف نبدأ بالأخير إن كان أكثر من مثلي الجد السدس وإن كان مثلي الجد السدس كذلك وإن كان أقل من مثلي الجد هناك جدول وقفنا في الحلقة الماضية عند هذا الجدول تعالوا معي نشرح هذا الجدول الجديد الذي يتعلق في المربع الصغير الأخير هذا في هذا اللون الوردي أو الأحمر أو الأحمر القاني هذا التفصيل في هذا الجدول الجدول هذا يفصل حالة وجود إخوة عددهم أقل من مثلي الجد مع وجود صاحب فرض فرضه أكثر من النصف كوجود مثلاً بنات لهم الثلثان أكثر من النصف هذا الجدول جميل ويبين لنا بعد السبر طبعاً والتتبع قال العلماء انظروا معي يا أخوة كذلك نقول عدد الأخوة كم عدد الأخوة؟ نقول إما عددهم مثل الجد أخ أو أختان لا ثالث لهما أخ أو أختان أو يكون عدد الأخوة أقل من مثل الجد أخت واحدة فقط ما في غيرها أو يكون عدد الأخوة أكثر من مثل الجد أكثر عندنا أكثر من مثل الجد من الثلاث أخوات أخوين أخوة وأخت أخوان وأخت وثلاث أخوات أخوان وأخت وثلاث أخوات طيب أصحاب الفرضي اللي فرضهم أكثر من النصف قال عندنا الآن الثلثان أو أقل من الثلثين أكثر من النصف وأقل من الثلثين أكثر من النصف وأقل من الثلثين أو أكثر من الثلثين أكثر من الثلثين نقف عند هذه المرحلة لكي نفهم الجدول قال أكثر من النصف وأقل من الثلثين إذا كان عدد الأخوة أقل من مثل الجد يعني أخت ما عندنا لأخت هذه وجد في المسألة أكثر من النصف وأقل من الثلثين يعني وجد في المسألة بعد قليل يتبين معنا طيب هذه المرحلة كم نعطيهم قال المقاسمة انظر دابل هذه المرحلة المقاسمة هي المتكررة معنا طيب ثم لو كان عندنا مثل الجد يعني أخ أو أختان كذلك المقاسمة طيب لو كان عندنا أكثر من الثلث من مثل الجد أخوان وأخت ثلاث أخوات عندنا ستس المال طرعا أنا مثل ما طيرتكم في الأسبوع أو في الحلقة الماضية أن ما نستطيع الحفظ نفهم ونطبق الحفظ يأتي مع كثرة التطبيق يأتي الحفظ لكن أن نأتي ونراجع ونحفظ فيه صعوبة شوي لا أمنع ممكن لكن إذا كثرت تطبيق وحل المسائل فخلاص انتهي أصبح الآن المسألة سهلة عنده وما يحتاج أن يراجع ومع بالك وجود الجد والمهم للتذكير والمراجعة طيب إذا كان صاحب الفرض نصيبه الثلاثين وعندنا أقل من مثل الجد هي أخت وحده كذلك المقاسمة ما تغيرت طيب مثل الجد أخ أو أختان مقاسمة أو ستس المال مخير بإذن مقاسمة ستس المال لم نذكر ثلث الباقي إلى الآن في هذه النقطة في هذه الجدول أما إذا كان أكثر ستس المال إذن ستس المال الآن تردد الأمر بالطرفين إما المقاسمة أو ستس المال أو مقاسمة ستس المال مخير بينما في الأعلى المقاسمة بالمرحلتين مرحلة الثالثة ستس المال طيب نأتي الآن إلى الأمر الذي أخفاها يقول لو كان عندنا أكثر من الثلثين والباقي ربع مع المثال يأتي إن شاء الله أكثر من الثلثين والباقي ربع إذا كان الباقي ربع والأخوة أقل من مثل الجد فيتساوى الجد المقاسمة أو ستس المال مثل بنت وزوج وجد وشقيقة طيب 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 إلى الآن هذه المعطيات تحتاج إلى أمثلة عملية حسابية حتى يتبين لنا الأمر نقول والباقي ربع إما المقاسمة أو ستس المال وهنا والباقي أقل من الربع ستس المال طيب ستس المال إذا كان مثل الجد أخ أو أختان سواء كان الباقي ربع أو أكثر أي كان وفي النهاية إذا كان أكثر من مثل الجد كالأخوان والأخت وثلاث أخوات ستس المال هذه الشريحة وهذه هذا الجدول مهم جدا ممكن نحن نصورها نطلعها في ورقة خارجية نضعها على على التليفون مصور حتى نطبق ما يأتي من المسائل أنا سأصورها معكم حتى تكون أمامنا دائما ونستطيع من خلالها أن نحل المسائل الآن أنا صورتها على الأساس لو جاءتنا مسائل تكون أمامنا طيب الآن نأتي إلى المسائل مسألة الأولى قال مات وترك جد صاحبة فرض سدس وجد وأخ ننظر إلى عدد الإخوة مع الجد أقل من مثلي الجد المقاسمة دائما تذكرون طيب نشوف ماذا قال سيأتي بالمقارنات المصح هنا أو التقصيل أمامنا إما أصله 18 أو 18 أو 36 العلماء في الرقمين لهم كلام طويل هل هو تأصيل أصل مسائل أو تصحيح مصحات الآن نقول الأفضل أن نعرف دائماً أن الثمنتعش أو 36 هما رقمان في قضية البساء اللي فيها الأخ فيها الجد والأخوة ومعهم صاحب فرض هذه المسألة أمامنا لنا صاحب فرض نصيبه أقل من النصف المربع الأول والعدد الأخوة أقل من مثلي الجد فننظر هل نعطيه المقاسمة نقول المقاسمة طبعاً لكن بالمقارنة الآن يتبين لنا أن المقاسمة هي الأفضل مقارنة فثلاث خانات عندنا الخانة الأولى مقاسمة الخانة الثانية ثلث الباقي الخانة الأخيرة سدس ترك كلها طيب ننظر المسألة من كم من ثمنتعش كم للجدة السدس سدس سدس الثمانة عشر يعطينا ثلاثة في كلها لها سدس ما تتغير الجدة سنعطيها سدسها السدس والأصل واحد ثمانتعش 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 ثلاثة إذن لها ثلاثة بقية كم خمستعش بقية من أصل المسألة خمستعشر سهما طيب ننظر الآن قلنا المقاسمة الخمستعش هذه عندنا الآن جد وأخ يعني أخين الجد كأنه أخ نقسم على اثنين سبعة ونص سبعة ونص لكل واحد منهم سبعة ونص سبعة ونص طيب لو قلنا للجد ثلث الباقي كم باقي خمسة عشر عطينا ثلاثة من الثمانتعش إلي من الثمانة عشر للجد بقي من الثمان عشر خمستعش ثلثها خمسة إذن نعطيه خمسة طيب سدس الترك كلها كم السدس السدس كأنه جد نعطيها ثلاثة شوف انظر يا أخ يا أخت انظروا في المقاسمة أخذ سبع سهام ونص غض النظر عن النص هذه لكن الآن لتقريب الصورة وعند ثلث الباقي أخذ خمسة و سدس الترك كلها ثلاثة فأي الخطوات نأخذها أكيد المقاسمة طبعا إذا تكملنا المسألة الأخ كذلك له سبع ونص الأخ له سبع ونص واضحة هذه إذن 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 أعطينا الجد المقاسمة في حالة صاحب فرض معهم فرضه أقل من النص وعدد الإخوة أقل من ثلثي الجد المقاسمة تذكرون في الجدول هذا الجدول أمامي وألعله أمامكم الآن تنظرون كيف نقول إنه مقاسمة طيب مسألة ثانية قال جد إذن الجد لها أقل من النص نصيب الجد سدس وجد وأخوان كم عدد الأخوة عدد الأخوة يساوي ثلثي مثلي الجد عدد الأخوة مثلي الجد عدد الأخوة مثلي الجد إذن مخير نحن مخيرون بين المقاسمة بين ثلث الباقي وبين سد سل تاركة طيب تعالوا الأصل من كم من ستة وثلاث من ثمانة عشر كذلك الأصل هنا من ثمانة عشر طيب كم للجد ثلاثة اتفقنا كم للجد الجد إذا قلنا له سبعة ونص عفوا المقاسمة عندنا أخوين وجد يعني ثلاث ثلاث رؤوس فعندنا الآن خمسة عشر سهم خمستعش سهم تقسم على ثلاثة كل واحد كل نفس السهم خمسة 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 للجد خمسة إذن الجد عطينا خمسة طيب ثلث الباقي كم ثلث الباقي خمستعش ثلث ها خمسة إذن عطينا خمسة طيب لو قلنا ست ستركة كلها كم ست 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 طبعا أنا المخير رحما بين ثلث الباقي أو المقاسمة ست 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 ثلاثة إذن وضع عندنا مخيرون في حالة وجود صاحب فرد نصيبه أقل من النصر وعندنا عدد الأخوة مثلي الجد نحن مخيرون بين اثنين بين المقاسمة وثلث الباقي انظر خمسة في المقاسمة خمسة ثلث الباقي بينما ست ست ثلاثة فجنبنا ست ست ثلاثة وفي الجدول أمامكم مثلي الجد مقاسمة أو ثلث الباقي مسألة ثالثة نسقطها على أكثر من مثلي الجد مع وجود طبعا هنا قبل نأتي المسألة الثالثة هنا يعني يتبين لنا أن المقاسمة والثلث الباقي والثلث الباقي هو هو الأحب للجد بينما السدس لا يكون للجد لا أريد أن أدخل في المسألة الثالثة باعتبار أن الوقت انتهى لقائي معكم إن شاء الله مع حلقة قادمة نتابع مثل هذه المسائل المتعلقة في نصيب الأخوة مع الجد إن كان معهم صاحب فرض والسلام عليكم تلايبا